بطبيعة الحال، أستاذ ياب جبارين هناك من يقول من المراقبين الإسرائيليين بأن نيتنياهو ومعسكر بن يمين نيتنياهو سجل نقطة في الساعات المنصرمة عندما خرجت المعارضة بتصريحاتها المعروفة بأن المعارضة والإتلاف في خندق واحد في معسكر واحد في مواجهة التحديات الأمنية هل فعلا هذا يعتبر تسجيل نقطة لبن يمين نيتنياهو ومعسكر؟ يتعلق من تسأل هذا بداية يعني يجب القول هنا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أو النقطة الأولى النقطة الثانية وهي الأهم أرد أن هذا نوع من الدين أو العرف بشكل أدق ما بين المعارضة والإتلاف الإسرائيلية في كل ما يتعلق مثل هذا الوضع الأمني على سبيل المثال في شهر أغسطس 2022 عندما لبيد وبنت قاموا بمجازفة في غزة وعدوان على غزة وعلى جهاد الإسلامي تحديدا أفضع القنوات عنصرية قنوات الرابع عشر الإسرائيلية كانت تعطي والتي كانت ضد بدون أدنى شك ضد هذه الحكومة كانت تعطي السند والدعم الكامل لهذه الحكومة طبعا بطبيعة الحال كذلك تصريحات نتنياهو آنذاك ومعارضتها فبالتالي هذا نوع من العرف لا أظن أنه نوع من تسجيل النقاط بدون أدنى شك حتى إذا أردنا أن نلخص مقولة لبيد في المواجهات لا يوجد هناك ائتلاف ولا معارضة فالنقطة هي فقط بهذا الشأن ليست أكبر من ذلك هذا بدايتا وعلى رغم من كل هذا أظن أن الامتحان الحقيقي لهذه النقطة هو ما سوف يكون في الميدان ليس إلا لأن هناك بعد ما بين مجريات المعارضة البرلمانية ورؤيتها واستراتيجيتها وبعد ما بين المعارضة في الميدان نعم هناك كثير من الأصوات المجرورة وراء المعارضة البرلمانية في داخل كل ما يجري بالميدان ولكن بدون أن شكنا هناك أصوات واضحة في الشارع الإسرائيلي المناهضة لهذه الحكومة شكلا وشاكلا وليس فقط لبنيمين نتنياهو وليس فقط لشخص بنيمين نتنياهو بل أيضا للأصوات الفاشية المتواجدة فيها فبالتالي أظن أن هي نقطة موضعية ليست إلا ستختفي وتتلاشى بأقرب مفترقته موسيقى